مواطن يصب الوحل على نفس احتجاجا على افتقار المؤسسات الصحية في كاركوك إلى الأدوية اللازمة لمعالجة لدغات الأفاعي والعقارب ما تسبب بوفاة شخصين خلال الأسبوع الماضي وسيدة الاحتجاج هذه كانت ضمن وقفة لمنظمات مجتمع المدني أمام مستشفى آزادي بكاركوك لأن هذه صار حالة وفاة من يلدغنا عقق أقرب في زمن العالمة في بلد مشهور ببلد النفط علي بن عمي متوفي لأن لدقتها فرد عقرب نقلنا إلى مستشفى الآزادي الإبرة ليس موجودة بالمستشفى المحتجون أشاروا إلى أن الفساد بات ينخر مفاصل الدولة التي لا يفكر مسؤولوها بخدمة المواطنين وهم مجغلون بسرقة ثروات الناس حسب تعبيرهم هم ما يقصرون بالفساد ونهب ثرواتنا وما يفكرون بمواطنين اللي عانوا وضحوا من أجل هذه المدينة ماتوا مواطنين اثنين بسبب عدم توفر هذه الإبرة لذلك هذه الإبرة وهو ليس بثمن غالي وهو ثمن رخيص صحة كاركوك أكدت خلوة مذخرها من الأدوية اللازمة بسبب الوضع الاقتصادي العام للبلد واستقبال كاركوك لمئات الألوفي من النازحين 30 ستة كان عدنا مصلة ضد الحية بس صار اكسبيرت وعقد جديد بالوزارة أكو أو ماكو معرف بالنسبة لذغة الأقرب مصلة ضد الأقرب هذا طبعا من نهاية 14 لحد الآن احنا مستلمين من وزارة فيما علق أغلب المواطنين على صورة المواطن الذي صب الوحلة على نفسه بأنها تجسد أجز المواطن حيال قوة الفاسدين سوران الداودي الحرة كاركوك اشتركوا في القناة